اغلب مستخدمين منصة اليوتيوب واللي احنا منهم طبعا لما بنيجي ندخل على قناة يوتيوب جديدة سواء بقى انت شفت القناة دي بالصدفة او كنت بتبحث عن فيديو ولقيت القناة المهم انت دخلت جوه القناة في حاجة اسمها الانطباع الاول انت لما تلاقي القناة مرتبة منظمة شكلها احترافي انت بشكل لا اراضي بتروح تشترك في القناة وبتفعل الجرس علشان حاسس ان انت هتستفيد من القناة دي وعلشان حاس ان صاحب القناة دي التعبان عليها ومنظم القناة ومرتبها لكم خلي كل حاجة لوحدها فانت بتحس ان انت هتستفيد من القناة فبشكل لا اراضي بتروح تشترك في القناة وعلى العكس تماما انت لما تلاقي القناة مش مرتبة مش منظمة تحس ان هي مدهولة كده ومش مرتبة فانت بش بتشترك في القناة وبتخرج منها حتى لو المحتوى بتاع القناة محتوى قايم الى حد ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في علامة استفاهم لو اول مرة تشوفونا مهتمين بالربح من اليوتيوب اشترك في القناة وفعل الجرس على الكل علشان يوصلك اشعار بكل فيديو احنا ننزله على القناة ان شاء الله فيديو النهاردة مهم جدا لكل اصحاب قنوات اليوتيوب سواء القنوات المبتدئة او القنوات اللي لسه بقالها فترة القناة اللي بقالها فترة ممكن يكون عامل بعض الخطوات اللي احنا هنتكلم فيها ولكن ممكن يكون فيه بعض التركات والحركات اللي هو يعني لما يعملها في قناته ان شاء الله الدينية تتحسن لان زي ما قلتلكم الانطباع الاول ده لي عامل السحر في زيادة الاشتراكات وزيادة المشاهدات انا لما شوف حاجة منظمة وحاجة ما تعوب عليها او صاحبة تعبان فيها يعني فبحس ان انا داخل مكان احترافي فانا هستفاد منه وزي ما قلتلكم على العكس تماما احنا عشان ما نكررش كلام هندخل على طول في الشرح وهنبدأ الشرح من على الموبايل علشان عارف الناس بتستخدم الموبايل يعني بنسبة تسعين في المية. احنا دلوقتي على الموبايل زي ما انت شايفين ده كده تطبيق اليوتيوب. مش هنستخدم التطبيق هنستخدم ايه? هنستخدم جوجل كروم فهنفتح جوجل كروم زي ما انت شايفين وهنكتب في السرش بتاع جوجل كروم تسجيل دخول يوتيوب. ضروري تكتب نفس الصيقة دي تسجيل دخول يوتيوب عشان مش كل شوية دخلك على التطبيق وتطلع القصة اللي انتم عارفينها دي. بعد كده هتضغط على تسجيل دخول يوتيوب. لو انت اول مرة تدخل هيطلب منك الايميل والبسورد هتكتبهم بتوقع القناة طبعا. هيفتح معاك الصفحة اللي انت شايفينها دي. قبل ما نعمل اي حاجة هنضغط على التلات نقط دولات ونختار العرض باصدار سطح المكتب علشان يظهر لك التليفون كأنه جهاز كمبيوتر بالزبط. لان الخطوات دي لازم تتعامل من على جهاز كمبيوتر. فالبديل اللي احنا بندخل من على جوجل كوروم. لو ما لقيتش التلات نقط دولات هتلاقي علامة حمرة ساعة محمر كده. ده معناه ان جوجل كوروم عايز يتحدث. فحضرتك هتروح تحدثه وترجع تكمل الفيديو. هيفتح معنا الصفحة اللي هي فيها المربعات ديت وصورة القناة. هتضغط على صورة القناة. هيبدأ يفتح معك الصفحة الرئيسية بتاعت القناة. شايفين القناة شكلها عامل ازاي? دي قناة طريق المعرفة القناة التانية بتاعتنا. فانا بهدلت لكم القناة وخليت شكلها بالمنظر ده. هنضغط على حاجة اسمها تخصيص القناة. تمام? ولكن انتم شايفين الكتابة صغيرة والدنيا مش واضحة قوي. فاحنا هنروح على جهاز الكمبيوتر نكمل وما تقلقوش. هنا هي? يعني شايفين? ده هو ده. الخطوات اللي هنعملها هنا هي اللي انت هتعملها على التليفون بالزبط. ولكن انا بحب الصورة تبقى اوضح عشان الناس تستفيد اكتر. هنضغط على تخصيص القناة. هيبدأ يحمل معي الصفحة اول حاجة هتعملها هتضغط على علامة الترس دي. شايفين العلامة دي? هتضغط عليها. هيفتح لك الصفحة دي. هتخلي دي بالازرق ودي بالازرق ودي بالازرق. دي معناها ان انت لما تيجي تشترك عند اي قناة مش هيشوف ان انت اشتركت عنده. ودي القوائم المحفوظة. الفيديوهات اللي انت بتعملها اعجبني برضو هتبقى يعني القوائم الخاصة برضو مش هتبهن لكل الناس. دي اهم حاجة بقى اللي هي تخصيص تنصيق قناتك ودي اللي هنشتغل عليه. والحاجة الجديدة بقى اللي ما تشرحتش قبل كده اللي هي ترجمة المعلومات ان انت ترجم عنوان قناتك او اسم قناتك. والترجم الوصف بتاع قناتك بحيس الوصول لجماهير في بلدان اجنبية. اليوتيوب اللي قال كده مش انا. وانتو عارفين الارباح من البلدان الاجنبية بتبقى عاملة ازاي? ولكن احنا مش هنعمل الخطوة دي دلوقتي هنخليها لاخر الفيديو لما نكمل تنصيق القناة وانما نعمل وصف للقناة والكلام ده. هنضغط على حفظ بعد ما نعلم على الثلاث علامات دولت. هيبدأ بقى يفتح معايا الصفحة دي. دي كده الصفحة الرئيسية. اول حاجة هو طالبها منك حاجة اسمها تمييز محتوى. للمشتركين العائدين. للي هم المشتركين بالفعل على قناتي. وانا عايز اظهر لهم فيديو. الفيديو ده هيعجبهم. الفيديو ده انا عايز يجيب مشتركين اكتر. الفيديو ده انا حس ان هو ما خدش حقه في المشاهدات. فانا عايز المشتركين يخش يشوفوه. فانا هضغط على كلمة تمييز محتوى. هيبدأ يفتح معايا الفيديوهات بتاعة القناة. اهي. ولكن مش هيفتحها كلها. فانت لو عايز فيديو مش موجود في دولت. هتروح تاخد او الرابط بتاعه نسخ وتخطه هنا. تمام? طيب انت الفيديو موجود معك. فهتختار الفيديو طبعا انا مش محضر حاجة معينة. فهاخد مسلا الفيديو ده على سبيل المثال. وهعمل حفظ. كده الفيديو هوت. هو طالب من دلوقتي اختيار عنوان للمحتوى. طبعا ده هيبقى بشكل اختيار. مثلا هنا ايه? الطائر المعجزة. هنضغط على حفظ. هيبدأ يظهر معايا كده. بعد كده هنضغط على تم. كده هيظهر لمين? للمشتركين العائدين. طيب الزوار الجدد بقى اللي اول مرة يخش قناتي ومش مشتركين. من الضروري ان انت تعمل مقطع دعائي تعرف الناس بقناتك. انا قناتي بتتكلم في كزا. انا خبراتي كزا. على حسب بقى المحتوى اللي انت بتعمله. فتعمل مقطع دعائي مدته ديئتين تلاتة. تعرف الناس الجديدة. اللي لسه ما اشتركتش في القناة وبتدخل على الصفحة الرئيسية. تشوف قناتك. تمام? هتضغط على المقطع الدعائي ده. طبعا انت بتكون نزلته على اليوتيوب. وهتبدأ بقى تختار المقطع الدعائي برضو احنا مش محضرين حاجة. فنختار ده كده بشكل عشوائي. قصة نجاح افشل واحد في العالم وبعد كده هنضغط على حفز. كده المشترك لاول مرة ولسه ما اشتركش. وزائر جديد هيشوف المقطع ده بشكل تلقائي. يبقى كده انا عملت المشتركين العائدين والزوار الجدد. هننزل تحت ايه اللي هيبان تاني في الصفحة الرئيسية? فيه هنا الفيديوهات المحملة. دي كده الفيديوهات الجديدة. فيه ناس وانا شفت القناة يعني القناة الكبيرة بيحطوا المحتويات الرائجة عندهم في الاول. ايه المحتويات الرائجة? الفيديوهات اللي جابت اعلى نسبة من المشاهدات بحيز بقى يبان كده قدام الناس اللي بتخش على الصفحة الرئيسية انه هو بروفيشنل بقى ويه عنده فيديوهات جاي بقى اه مشاهدات عالية. فهتضغط على اضافة القسم اهو موضوع بسيط جدا. وهتحدد المحتوى وهتعمل هنا التحميلات الشائعة. هنا صنف افقي. يعني جاي لك بالعرض. لو انت عايز طولي او رأسي هيجي لك كده. هينزل لك تحت بعض. ولكن احنا الافضل بنعمله افقي. او انا بفضل نفسي بعمله افقي. تمام? وبعد كده بضغط على تم. ولكن هو هنا ظهر لي رقم اتنين. طيب انا عايز اظهر التحميلات الشائعة دي فوق او اول حاجة. فاضغط على السهم اللي انت شايفينه ده. اهو. فهي كده طلعت رقم واحد. كل ده احنا بنشتغل على الصفحة الرئيسية. فكده بقى الفيديو ده جايب مسلا ستمائة وستين الف مشاهدة او ستمائة وتسعة وخمسين. ده نص مليون ده تلتمائة وعشرين الف وهكزا. هتضغط بقى على اضافة قسم عشان بقى تحط حاجة تانية. ممكن تحط بقى البس المباشر السابق. البس المباشر الحالي. ممكن تحط قوائم تشغيل. انا بفضل ان انا احط قوائم تشغيل اهي. كل الحاجات دي اللي تقدر تحطها يا جماعة. عايز تعمل كل قوائم التشغيل. المنشأة هيزهر لك كل قوائم التشغيل لوحدها. بتضغط على قوائم تشغيل فردية. بتختار مسلا الافقي. بيزهر لك بقى اختيار تاني يقول لك بقى انت عايز تحط يو ار ال ولا عايز قوائم تشغيل خاصة بيك. هتختار قوائم تشغيل خاصة بي. وبعد كده بحس. انا مسلا عايز غرائب وعجائب. دي قايم التشغيل انا عايزها. او انا عاملها. هتعمل تم. واعلمكم ازا دلوقتي تعمله قوائم تشغيل. يبقى كده الصفحة الرئيسية. فيها التحميلات الشقيعة. فيها الفيديوهات المحملة. فيها قوائم التشغيل. عايز تضيف اي حاجة تانية بتضغط نفس الخطوات. ولكن في حاجة تانية مهمة عايز اقول لكم عليها. لو انت عندك قناة يوتيوب تانية تعمل ايه? عايز احطها برضو في الصفحة الرئيسية. بتضغط على اضافة قسم. وبتختار حدد المحتوى. وتختار تجميع مخصص. وبتختار هنا اضافة قنوات. اهي. هنا عنوان القسم. وهنا اليو ار اللي بتاع قناة. انا مسلا. هختار قناة علامة استفهام. هضغط هنا علامة استفهام. قدي الرابط بتاع القناة اهو. هاخده اعمله نسخ. وهروح هنا كده. واحط الرابط هنا. واعمل اضافة. بعد ما احط الرابط اعمل اضافة عشان تظهر معي هنا. وبعد كده هعمل تم. ظهرت معي هي القناة. انا عايز احط قناة تانية. هاضغط هنا. تمام? هحط القناة اللي هي اللي مشتركة معايا في القناة طريق المعرفة. قناة يامي فودز. الاستاذ عبير طبعا القناة دي مميزة جدا يا جماعة لو حابين برضو تشتركوا فيها. انا هسيب لكم الرابط بتاعها في الوصف. هتحط هنا كده وتعمل لص وتعمل اضافة ظهرة القناة. وتعمل تم. يبقى كده ظهرة القنوات اللي هي الاضافية اللي انا عايز احطها وبعمل تم. يبقى انا كده خليت الصفحة بتاعتي مرتبة ومنظمة. هروح بقى على تاني اختيار اللي هو الفيديوهات وهقدي بسرعة يعني انا حاول انجز معكم دي الفيديوهات هي بتاعت القناة. برضو هنا كاتب لك تاريخ الاضافة بدءا من الاحدث اهو لو عايز الاكسر رواجة ولكن انا بفضل اسيب الوضع زي ما هو وبسيبه على هيئة شبكة كده مش قائمة فاسيب الفيديوهات زي ما هي. نجي بقى على قائمة تشغيل اي قناة بيبقى فيها مجموعة متنوعة من الفيديوهات اللي لا علاقة ببعضها مسلا. دي مسلا قناة اغبارية او قناة منوعة. فاحنا عاملين هنا قصص نجاح اخبار نجوم خدمات عامة اخبار تعليمية. مسلا قناة طب هتعمل مشويات حلويات اه منوعات خروجات مش عارف روتينيات هتعمل كده. كل قناة تعمل تصنيف بحيس يسهل على المتابعين ان هو يدخل على التصنيف اللي هو عايزه. وانت بعد كده ممكن وانت شغال في الفيديوهات بتاعك يا جماعة خشوا على قائمة التشغيل دي فيها كل الفيديوهات الخاصة كزا. فانا مسلا هستغل الموضوع وقول لكم يا جماعة اللي حابب يزبط بتاع قناته ويعرف يعني ايه وده مهم جدا علشان قناتك تتصدر متائج البحس. خش على قائمة تشغيل عندي في قناتي اسمها كورس سيول يوتيوب. لو انت عايز تسوق قناتك على الفيس خش على قائمة تشغيل اسمها تسويق قناتك من على الفيس. لو انت عندك قناة اطفال وعايز تفهم ايه هو المحتوى المخصص للطفل وازاي اخصص قناتي خش على قائمة اسمها قانون كوبا وكيف تخصص قناتك. فكل دي قوائم تشغيل موجودة عندي فانتو لازم تعمله قوائم تشغيل. هتعمل قائمة تشغيل ازاي? هتضغط على قائمة تشغيل جديدة. وتبدأ تسمي قائمة التشغيل زي ما انت عايز. هتسميها مسلا هنا جديد. اي حاجة بقى وبعد كده انشاء. طبعا هتخليها علنية. وبعد كده هتعمل انشاء. هيفتح معك الصفحة دي. وهنا كاتب لك هو لا تضم قائمة تشغيل هذه اي فيديوهات. طبعا عايز اضيف فيديوهات هضغط على التلات نقط دول. واضغط على اضافة الفيديوهات. هتبدأ بقى اضيف الفيديوهات اللي انت عايزها تحط الرابط بتاعها هنا. او تضغط هنا الفيديوهات الخاصة بك في اليوتيوب. هيفتح معك كل الفيديوهات بتاعتك. ما لقيتش الفيديو اللي انت عايز تحطه. بتضغط هنا. او بتعمل انوان و بتحط الفيديو بشكل مباشر. او ممكن بقى تحط الفيديو هنا. مفيش اي مشكلة. اهو. كده انت حطيت الفيديو. زي ما انت شايفين يا جماعة الفيديو هو نزل في قيمة تشغيل اسمها جديد. بالرغم من الفيديو ده مش تابع لقناة طريق المعرفة. معنى ده ايه? معنى ده ان انت ممكن تحط فيديوهات مش ليك في قوائم التشغيل بتاعتك. ولكن طبعا الافضل ان انت تحط فيديوهات بتاعتك. يبقى دي التاني حاجة اللي هي قوائم التشغيل. في حاجة بس بسيط يا جماعة كنت نسيت اقولها لكم في الصفحة الرئيسية. وهي اضافة قنوات مميزة. انا دلوقتي في الصفحة الرئيسية. طبعا في الجنب بتلاحظ في كل القنوات. بتلاقي ضيف قناة او اتنين هنا في في الجنب. فهي بتضاف من هنا. اهي قنوات مميزة. وكاتب لك اضافة قنوات. فهنضغط عليها. فاحنا كنا عشان ضيفين القنوات المميزة بتاعتنا. فهي موجودة بالفعل. فانت كل اللي عليك ان ان انت هتاخدهم كده سحب وتخطهم فوق. اهي. تمام? وعد كده هتعمل تام. اهم اضافوا هنا. فيزهروا في الصفحة الرئيسية بتاعتك. وده برضو يعني بيبقى شكل القناة حلو. وبيبقى اعلان للقنوات دي. خلاص احنا كده زبطنا الحاجات دي. المنتدى طبعا هنسيبه زي ما هو ما فيهوش تزبيت ولا حاجة. بعد كده هنروح على القنوات. هنا طبعا هتطلق اهو القنوات المميزة فوق اهو. وهنا القنوات اللي انت مشترك فيها برضو ظهر هنا. نجي بقى عند لمحة. هنضغط على لمحة. لازم يا جماعة تعمل وصف للقناة. ضروري تعمل وصف للقناة. ايه اما بقى اتعرف بنفسك ايه اما تعرف الناس بمحتوى القناة. المهم ان انت تعمل وصف للقناة. هنضغط بس كده انا كنت محضر وصف كده بشكل سريع. هتخطه هنا كده. وتعمل تم. كده انا عملت وصف للقناة. فيه ناس جماعة بتقول تاريخ الانضمام هل هو مؤسر ولا غير مؤسر? يعني مثلا القناة دي تاريخ الانضمام 19-2021-2013. هل ده معناه ان انا عملت القناة دي في 2013? انا لسه بدء على القناة دي في اواخر 2019. ولكن انا عملت الايميل في 2013 فهو بيجيب لي تاريخ الانضمام 2013 وده ملوش اي تأسير ولا على مراجعة ولا على اي حاجة في القناة. اللي تبي حسبك من تاريخ ما بدأ تنزل فيديوهات على القناة. هنا بقى الاستفسارات تجارية بتخط بريد الكتروني وبريد الالكتروني اللي انت بتحطه يفضل او مش يفضل ده انت لازم تحط بريد غير بريد القناة. يعني اوعى تحط بريد القناة عشان ما يعرضكش للتهكير والحاجات دي. فانت اعمل بريد للتواصل مخصوص. تمام? بعد بتخطه بتعمل تم. بيظهر معنا هنا. هنا بقى الروابط آآ ودي مهمة جدا ان انت تحط رابط الفيس رابط الانستجرام. آآ رابط قنوات تانية فاحنا هنحط قنوات بسرعة كده. مش هنحط فيس ولا حاجة. انت بس الكل اللي عليك بتعمل اضافة. فبتحط الرابط هنا. مسلا هنحط كده بسرعة. يعني مش هنطول في الحتة دي. اهو الرابط هتحط هنا. وتكتب مسلا هنا علامة استفاق اهو. وبتعمل تم. هيظهر هنا بالشكل اللي انتو شايفينه ده. وهيظهر فين تاني وهيظهر هنا اهو. شايفين? انت بقى حط الفيس. حط الانستجرام. حط قناة تانية. حط اللي انت عايزه في الروابط. هيظهر هنا في الصفحة او في الغلاف في الصفحة الرئيسية. بحيس اللي يضغط عليه على طول ينتقل الى الصفحة اللي انت حاتت فيها روابط. احنا كده يا جماعة يعتبر زبطنا كل حاجة في القناة. فضل حاجة واحدة اللي هي ترجمة العنوان بتاع القناة اللي هو طريق المعرفة ده. والوصف بتاع القناة. بحيس لو حد شافه من دولة اجنبية يبدأ يدخل على القناة هنضغط على الترس وهنختار ترجمة معلومات القناة. موضوع بسيط وسهل جدا يا جماعة. ادي كده فتح معي الصفحة عبارة عن جزء ايه? الجزء الاول اللي هو عنوان القناة انها كاتب لي طريق المعرفة. تمام? وهنا اللغة الاصلية اللغة العربية. لو ما لقيتاش هنا العربية اعملها العربية. وهنا وصف القناة. انا عايز بقى اعمل لغة تانية على سبيل المسال اضافة لغة جديدة. اختار مثلا اللغة الانجليزية. هخلى الانجليزية وخلاص ايه? وبعد كده هعمل اضافة لغة. وهعمل بقى ترجمة لكلمة طريق المعرفة. وترجمة للوصف. يفضل ان حد محترف في الترجمة يعمل لك الترجمة عشان تبقى شكلها كويس. لو انت مالكش في الترجمة اه امرك لله فترجم عن طريق جوجل ترانسليشن. ولكن يعني خليك حريص ان انت يبقى الترجمة مزبوطة. يعني استشير حد برضو. بحيس الترجمة متكونش ملغبطة. لان زي ما انتوا عارفين جوجل ترانسليشن مش بيعمل آآ ترجمة مزبوطة. هتعمل كده. وبعد كده هتعمل حفظ. يبقى انت كده ترجمت العنوان بتاع القناة وترجمت اللمحة. انا كده فتحت القناة هي. ظهر معايا بالشكل اللي انتوا شايفين اهو. ده كده الفيديو للمشتركين اللي موجودين اهو. ودي كده التحميلات الشائعة. ودي المحملة. ودي غرائب وعجائب. ممكن تضيف قوائم تانية. ودي القنوات المميزة. وظهر معنا هنا برضو. لو روحنا على قوائم التشغيل. هتلاقي برضو ظهر اهي. لمحة برضو شكلها احترافي وشكلها مميزة اهو. ولو حد دخل باللغة الانجليزية او من المتصفح باللغة الانجليزية هيظهر معايا الكلام ده باللغة الانجليزية. يبقى احنا كده يا جماعة زبطنا القناة بتاعتنا ورتبناها علشان تظهر كقناة احترافية. لو شايفين ان الفيديو مفيد ياريت لايك للفيديو وياريت شير برضو عشان الناس كلها تستفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.